في سؤال بيقول في رسالة العبرانيين ورد نص بيقول أن الذين استنيروا مرة وضاقوا الموهبة السماوية وصاروا شرقاء الروح الكدس وضاقوا كلمة الله الصالح وقوات الدهر الآتي وسقطوا لا يمكن تجددهم أيضا للتوبة إذ هم يصلبون لأنفسهم ابن الله ثانية ويشهرونه السؤال بيقول هل اللي ترك الإيمان وعايز يتوب ويرجع لحضن ربنا اللي يمكن قبوله لا طبعا يمكن قبوله هذا النص بيتكلم عن عدم إعادة المعمودية كلمة استنيروا معناها اعتمدوا ده تفسير الأباء بالذات القديس يحن ذهبي الفم شرحها بتفصيل وقال أن هنا استنيروا مرة معناها اعتمدوا ضاقوا الموهبة السماوية بسبب أنهم اتحدوا بالله في المعمودية وفي الميرون وفي التناول من جسد رب دمه وصاروا شركاء الروح وكدس ضاقوا كلمة الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره لو سقطوا بمعنى ارتدوا أو بمعنى عملوا خطيئة لا يمكن تجددهم التجديد هنا معناها إعادة المعمودية لا يمكن إعادة معموديتهم بالذات أنه ربط هنا بين يصلبون لأنفسهم ابن الله ثانية المعمودية هي شركة في صليب المسيح مدفنين معه بالمعمودية فالمسيح اتدفن مرة واحدة وتصلب مرة واحدة فاللي بيتعام يتعامد مع معمودية واحدة عشان كده الكتاب في رسالة قفص صحاحة أرباع يقول رب واحد إيمان واحد معمودية واحدة وقانون الإيمان يقول بمعمودية واحدة لمغفرة الخطاي فليمكن إعادة المعمودية تحت أي ظرف ليه؟ لأن لو حد بيعيد معمودية يصلب لنفسه ابن الله ثانية وشهره لكن التوبة باب التوبة مفتوح لكل إنسان حتى النفس الأخير مهما حصل يعني مهما كات الخطيئة وبشاعة في سؤال بيورد ترجمة نانسي قنقر